صباح خير واهلا بيكو في فيديو جديد عاملك. الفيديو ده انا عمله علشان نعيد شرح طريقة التسجيل في البرد الامريكي والبرد الكندي. انا عمل الفيديو ده لان في حاجات كتير اتغيرت من ساعة اخر فيديو عملنا عن الموضوع ده. فعملت الفيديو ده بحيث ان هو يكون فيديو مختصر في كل الخطوات اللي انت محتاج تمشي فيها عشان تخلص التسجيل في البرد الامريكي والكندي. وفي نفس الوقت هنشرحه بطريقة مختلفة شوية ان انا بدل ما اقول لكم لستة بالحاجات اللي انت محتاج تجيبها. احنا هنمشي بطريقة عملية. يعني هنمشيها زي كده. انت هتعمل ايه? بعدين هتعمل ايه? بعدين هتعمل ايه? بحيث ان انت يبقى الموضوع كدير جدا بالنسبالك. برضو كل الحاجات اللي انا هتكلم فيها في الفيديو ده سواء كان عن امتحانات او عن التسجيل او هتلاقوا اللينكات بتاعتها موجودة في بتاع الفيديو بحيث ان الفيديو ده يبقى مشروح في كل حاجة تخص البوردين من ناحية التسجيل. في اخر الفيديو ده برضو هتكلم على الفرق بين المعادلة الكندية والمعادلة الامريكية عشان في ناس كتير بتسألني السؤال ده. فخلينا نبدأ الاول بمعادلة امريكا. اول حاجة محتاجة ان انت تعملها عشان تسجل في البورد الامريكي هو ان انت تعمل امتحانات اللغة. امتحانات اللغة المقبولة من البورد الامريكي تلاتة. التوفل اي بي تي. الايلس الاكاديميك او الكانيليان اكاديميك انجريج لانجويش او الكيل. الاسكورز المطلوبة من البورد الامريكي هتلاقوها محتوطة في الدسكريبشن بتاع الفيديو. بعد ما بتخلص امتحانات اللغة بتبتدي اجراءات التسجيل في البورد الامريكي. البورد الامريكي بيعتبر اجراءات التسجيل هي ستيب وان وبعد كده بيعتبر الخاطر بتاعة اللغة هي ستيب تو. فهنبدأ بستيب وان اللي هو التسجيل في البورد الامريكي. البورد الامريكي اسمه اديوكيشنال كوميشن فور فورين فيترينيري جرادويتس. المعقع بتاعه هتلاقو اللينك بتاعه موجود في الدسكريبشن بتاع الفيديو. اول حاجة هتعملها هو ان انت هتروح تجيب الشهادة الدايمة الكارتون وهتجيب بيانة درجات بالانجليزي. طبعا الشهادة الدايمة بتطلع بالعربي مش بالانجليزي. بعد كده هتاخد الشهادة الدايمة وتروح تترجمها ترجمة معتمدة. بعد كده هتروح على الموقع بتاع الادوكيشنال كوميشن واللي اللينك بتاعه موجود في الدسكريبشن. وهتعمل ابليكيشن اونلاين. هتفتح اكاونت. الاكاونت ده هتتفع له فلوس عشان تكمل اجراءات التسجيل. الفلوس اللي هتتفعها هي الف ربعمية دولار امريكي. مهم جدا وانت بتعمل الاكاونت اسمك يكون مكتوب زي ما هو مكتوب في الباسبور. عشان لو مش مكتوب زي الباسبور هيطلبوا منك بعد كده ان انت تبعت لهم صورة للباسبور ونوترايس عشان خاطر يغيروا اسمك زي الباسبور. مجرد ما بتخلص اجراءات الابليكيشن وتفتح الاكاونت هتلاقي طلع لك ابليكيشن فورم. عبارة عن استمارة كده. الاستمارة دي انت هتطبعها. بعد ما هتطبعها هتروح على نوتري. نوتري ده اللي هو محلف دولي. وبيختم لك على الاستمارة. الاستمارة بيبقى فيها مكان محطوط للصورة بتاعتك. فانت بتتصور صورة بنفس الديمانشنز بتاعت الباسبور. بتحطها على الاستمارة تلزقها. بتروح للنوتري. النوتري بيختم لك على الاستمارة. ومهم هو بيختم على الاستمارة ان الخدم يكون جزء منه على الصورة وجزء على الاستمارة. وبيوقع على الاستمارة ان كل البيانات اللي في الاستمارة مزبوطة بعد ما بتخلص القصة دي بتبعت الابليكيشن فورم ده بالبريد على العنوان بتاع اليدكيشن الكميشن والعنوان بتاع اليدكيشن الكميشن هيبقى برضو موجود في التسكريبشن بتاع الفيديو دي طريقة تعمل بيها الاستمارة دي في طريقة تانية الطريقة التانية هي ان انت تعمل خطوة النيتراليزيشن ديت اونلاين والاستمارة بتتبعت عن طريق الانترنت يعني ما بتبعتاش بالبريد في شركة اسمها نوتريكام نوتريكام دي هي الإدكيشن الكميشن متعاقد معاها عشان تعمل الانلاين نوتاري فاللي بتعمله ان انت لما بيطلع لك الابليكيشن فورم دي بتخاطب نوتريكام بيعملوا معاك بتقعد معاهم بيعملوا聚 في الاستمارة وبتتبعت الاستمارة على الإدكيشن الكميشن فديا الترنتفة لو انت مش عايز تبعت حاجة بالبريد ده طبعا بيبقى الترنتيف كويس لو حد مش عايش بالذات اللي مش عايشين في امريكا او في كندا فالورقة بياخد وقت عشان يوصل دي حاجة الحاجة التانية هتدفع فلوس كتير هتدفع فلوس في النوتوري وهتدفع فلوس في البريد طبعا كده كده النوتوري كان بيدفع لهم فلوس برضو حوالي 80 دولار امريكي بس طبعا الموضوع هيبقى اسهل بالنسبة لك بكتير ان انت هتبقى بتبعت كل حاجة او بتعمل كل حاجة انلاين مش محتاج تروح لمحلف ده اللي يعمل لها تنوتوريزيشن ولا محتاج ان انت تبعت حاجة بالبريد تبقى دي الخطوة بتاعة الابليكيشن فورم طيب فاضل ايه فاضل الشهادة الدايمة اللي انت طلعتها وترجمتها وبيان الدرجات دول هتعمل بهم ايه هتخدهم سكان هتاخد الشهادة الدايمة سكان والترنتزليشن بتاعها سكان وبيان الدرجات سكان هتحطهم كلهم في وان بي دي اف فايل الوان بي دي اف فايل ده هيتبعت بالاميل مين اللي هيبعته بالاميل يهمه يتبعت مباشرة من الكلية بتاعتك باميل الكلية يهمه تبعته انت من ايميلك الشخصي ايه الفرق الفرق ان لو اتبعت من ايميل الكلية مجرد ما البورد يجيله البي دي اف ويكون وتكون عمالة النوتري كام خلاص كده انت تسجيلك اكتمل لكن لو انت باعت البي دي اف بتاع الشهادة الدايمة وبين الدرجات ده من ايميلك انت الشخصي كده التسجيل لسه ما اكتملش لازم البورد يخاطب الكلية بتاعتك الاول بيبعتهم على الايميل بتاعهم استمارة كده يطلب منهم فيريفيكيشن ان هم يأكدوا ان انت طالب في الكلية الخطوة دي طبعا بتاخد وقت شوية ولازم تتابع مع كلية ان هم جالهم الايميل وان هم اردوا فبتاخد وقت شوية فلو انت باعت من ايميلك الشخصي لازم هتمر بمرحلة الفريفيكيشن ديت ده الفرق ما بين الطريقتين ان انت تبعت من ايميلك كلية او ان انت تبعت بايميلك الشخصي خلصت الخطوة دي كده انت سجلت في البورد الامريكي وبقى ليك candidate id number في البورد الامريكي ستيب 2 هي اللغة الدرجات هتبقى موجودة في الديسكريبشن وبيبقى فيه submission form للانجويش اسيسمنت بيبقى برضو ليه لينك على الموقع بتاع الايميكيشن الكميشن بتفتح اللينك ده بيطلع لك فورم الفورم دي بتكتب فيها اسمك بتكتب فيها candidate id اللي طلع لك بعد ما كملت اجراءات التسجيل وبتكتب فيها بتاعتك وبتكتب فيها reference number بتاع الشهادة بتاعت اللغة اللي انت طلعت لك بعد ما خلصت امتحان اللغة وبتبعت الفورم دي للبورد الامريكي انلاين وهم بيعملوا مع الجهة اللي انت خدت معها الامتحان عشان يتأكدوا ان البيانات مزبوطة وان الشهادة بتاعتك مزبوطة مجرد ما بيتأكدوا كده بتاع الشهادة اكتمل وكده انت بقى التسجيل بتاعك مكتمل تماما وجاهز اللي انت تنتحن حاجة تانية ممكن تعملها في الانجوج بدل ما تعمل الصبميشن فورم دي وتخليهم هم يروحوا يتأكدوا من الشهادة بتاعتك ممكن تبعت اصل الشهادة ذات نفسها لو عايز يعني ده برضو حاجة ممكن تعملها بس طبعا لو هتعمل ده فانت هتبعتها بالبريد فلو انت مش عايز تبعت حاجة خالص بالبريد هم عاملين الصبميشن فورم دي عشان كده عاملين النوتا ريكام وعملين صبميشن فورم وعملين ان انت تبعت الشهادات بالاميل بحيس ان انت متبقاش محتاج تبعت اي حاجة بالبريد يبقى العملية كلها انلاين حاجة برضو مهم ان انت تعرفوها هو ان انت ستيب وان مش لازم تكتمل يعني خطوة لو انت باعت الشهادات بتاعتك من الايميلك الشخصي ومستني الكلية تفريفاي ان ان انت طالب في الكلية او ان انت متخرج من الكلية فعلا بس خلصت كل الحاجات التانية كل حاجة خلصت مش فاضل بس غير تقدر تمتحن اول امتحان وانت وانت الى مستني هذا البر فيكاش نص distinguished ان تصدق جميع قديق ولسا البر فيكاشن ما خلصت لكن بعد البر فيكاشن ما تقدرش تكمل الا لما البر فيكاشن يخلص متقدرش تاخد ال escolも or navaly الا لما البر فيكاشن يخلص. ده كده التسجيل في البر الده الامريكي. حسن. نيجي بعد كده للتسجيل في البر الده الكندي. محتاج تعمل اي لاذا تسجل في البر الده الكندي? برضو هتروح تطلع الشهاده بتاعتك شهادة التخرج. بس مش لازم تطلع شهادة دايما. الشهادة المؤقتة الورق العادية. واتطلع بين درجات. طبعا شهادة التخرج بين الدرجات اللي اتنين تطلعهم بالانجليزي. بعد كده تروح رايح تفتح اكاونت. بيبقى هنحط برضو اللينك بتاع الاكاونت. طبعا البورد الكندي اسمه ناشونال اكزامنينج بورد. هنحط اللينك بتاع الموقع بتاعه. بتروح تفتح اكاونت. وبتدفع فلوس التسجيل سبعمية وتمانين دولار كندي. بعد ما بتفتح الاكاونت. هتجيب البسبور بتاعك. وهتطبعه. تطبع صورة. وتاخدوا الصورة دي. وتروح تعمل لها نوترايزيشن. تتختم انها صورة طبق الاصل من نوتري او محلف دول. الصورة دي لازم تتبعت بالبريد. ما ينفعش تبعاتها اونلاين. وهحط برضو العنوان بتاع الناشونال اكزامنينج بورد. البورد الخاص بالبور الكندي. احطه في بتاع الفيديو. فبتبعت صورة البسبور. بالبريد. طيب الشهادة او بيان الدرجات هتعمل بهم ايه? عندك اما تبعتهم بالايميل. ولو هيتبعته بالايميل. لازم يتبعته من الكلية. يعني ما يفعش تبعته من انت بنفسك زي البورد الامريكي. لازم الكلية ايميل الكلية الرسمي هو اللي يكون مبعوط منه السكان بتاع الشهادة وبين الدرجات. الاوبشن التاني انت تبعتهم بالبريد. طبعا لو هتبعتهم بالبريد يبقى بعتهم هما كمان مع صورة البسبور. يعني مبدل ما تبعت صورة البسبور لوحدها وبعدين تبعت تاني بريد شهاداتك. ابعت كله في جواب واحد. بس لو بعدت الشهادات بالبريد ساعتها هتستنى برضو انه يتعامل من البورد ان انت متخرج من الكلية. لكن لو الشهادات مبعوطة من الاميل بتاعك كلية هيقبلوا على طول الورق بتاعك من غير لانها مبعوطة من الاميل الكلية الرسمي. طيب يبدل حاجة واحدة اللغة. احنا ما تكلمناش عن اللغة في البرد الكندي. وهنا نيجي احد الفروقات ما بين المعادة الكندية والامريكية هي ان طبعا البرد الكندي عمل تحديس من كم شهر وتكلمنا عنه في فيديو ان ما عدتش محتاج ان انت تعمل امتحان لغة عشان تسجل في البرد الكندي. اللي محتاج تعمله بس ان انت تجيب ورقة من الكلية. الورقة دي تكون منطية من العميد. بتثبت ان انت درست الخمس سنين بتوع كلية درستهم باللغة الانجليزية. ما درستهمش بالعربي او بقية لغة تانية. والورقة دي برضو بتتبعت بالبريد. يبقى انت في حاجتين هتبعتهم لازم بالبريد. البسبور والورقة اللي بتقول ان انت درست باللغة الانجليزية. والورقة دي المفروض انها تكون في جواب مغلق. يعني تكون في جواب رسمي مغلق. جواب بيتقفل وبيتلزق وبيتختم عليه بحيس ان هو يكون مقفول بطريقة ان محدش ينفع يفتحه. ان لو تفتح يباني ان هو تفتح. فدي برضو نقطة مهمة في الطريقة اللي تعمل بها جواب. وكلية بتبع عارفة زي تعمل الجواب ده. فانت تقدر تحط في الجواب ده. تحط الورقة اللي بتثبت انك درست بالانجليزي. وتحط صورة البسبور. وتبعت ده بالبريد. عايز تبعت الشهادات هي كمان بالبريد. يبعت حطها هي كمان مع صورة البسبور. وورقة بتاعة الدراسة باللغة الانجليزية. في الجواب. خلصت الاجراءات دي كلها. كده انت سجلت في البورد الكندي. ودي كده خطوات التسجيل في البوردين. البورد الامريكي والبورد الكندي. اخر حاجة هتكلم عنها هو الفرق بين البورد الامريكي والكندي. اول حاجة الكوست. البورد الكندي. الكوست بتاعته أغلى من البورد الامريكي. الاتنين بيكلفه تقريبا عشر تلاف وخمسمائة دولار. بس البورد الكندي بالدولار الكندي. البورد الامريكي بالدولار الامريكي. فبالتالي البورد الامريكي تكلفته اعلى. تاني حاجة البورد الكندي ما عادش فيه لغة. مش محتاج تعمل امتحان لغة. البورد الامريكي ما زلت محتاج تعمل امتحان لغة. تالت حاجة في الانتحانات العملي البرد الكندي ضعه في امتحان زيادة هو الـ وده عبارة عن امتحان بسيط كده معمول مخصوص عشان ياسس الاسيبتك بتاعك وده لازم تاخده قبل الانتحان العملي الاخير الـ CBE. فالبرد الكندي بقى في امتحان عملي زيادة عن البرد الامريكي. ده طبعا بيطول الوقت شوية بتاع البرد الكندي. اخر حاجة هو ان البرد الكندي دلوقتي بقى فيه اوشن ممكن بدل ما تاخد المتحن العمل الاخير. تدرس. وده متاح حاليا فقط في مونتريال. وهبقى اعمل فيديو هتكلم فيه بتفصيل عن في مونتريال. الكليات التانية اللي قلت انها هتعمل في مونتريال برضو هي الكلية في البرتا في كالجوري. هي لسة معاملتش بس هم قايلين ان هم يعملوها. لكن في مونتريال بدأت شغالة. وهشرح بالتفاصيل بتاع ترفعنا كالجوري ديت في مونتريال عاملت ازاي. برضو حاجة مهمة جدا كفرق بين البرد الامريكي والكاندي هو ان الويتنج تايم للامتحان العاملي في البرد الامريكي بيبقى قليل شوية من البرد الامريكي. والبرد الامريكي لما بتقول انك عايز امتحن ال CBE. وبكون جاهز لي. كل في وقت معاين تقريبا في حالي شهر تمانية بينزل لستة بكل الديت المتاحة للسنة اللي جاية الامتحان ال CBE وكل ديت فاضل فيه كام سيد. فانت قريدي عارف انت هتمتحن امتا? وبتحجز المعادل اللي انت عايزه. ولما بتحجز بتدفع الف دولار بس وبتدفع الباقي قبل الامتحان تقريبا بشهرين مش فاكر الفترة بالزبط. البرد الكاندي مختلف. البرد الكاندي انت بتدفع نصر تكلفة ال CBE. وانت لسه ما تعرفش اي ديتس. عشان تتحط بس في الويتنج لست. فانت ما انتاش عارف قبليك كام واحد في الويتنج لست. ولا انت عارف الديد بتاع متحان تقريبا انت. يعني ممكن يقولولك قبليها بشهرين مثلا. فالعملية شوية مبهمة. ما انتاش خلاص محدد من بدري انت هتمتحن في تاريخ ايه ووقت ايه بالزبط. والويتنج بيبقى طويل. فده برضو اختلاف ما بين البرد الامريكي والبرد الكاندي. لكن في النهاية اي برد من الاتنين لما بتعملوا. بيبقى معترف بيك تقدر تشتغل في كهدا. او في امريكا مفيش اي مشكلة خالص. كده احنا خلصنا. واعتقد ان الدنيا كده بعت واضحة. ويا ربي يكون الفيديو ده موضح للناس بشكل بسيط وكلير. ايه الخطوات اللي هتعملها. عشان تسجل في البرد الامريكي. وتسجل في البرد الكاندي. ممكن تشوفه في الديسكريبشن. كل اللينكات لكل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها ديت. سواء كان معاقع البردات او العنوين بتاعت البردات اللي بتبعت عليها اي حاجة بالبريد. ومتنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. على عددك.